لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نعود إلى الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام وظهر حتى في الجريدة الرسمية أن الرئيس الجمهورية أجرى تغيير في بعض القيادات المؤسسة العسكرية وهو يضاف إلى تغييرات أجرها سابقا وسبق الرئيس تابون أنه قام بتغيير قيادة قوات البرية قيادة قوات الجوية الأمن الداخل لتابع المخابرات مدير القضاء العسكري قائد الدرك بل أنه غير حتى قائد الدرك الذي تم تعينه في فترة وجيز ثم لحقتها الآن تغييرات حيث تم إنهاء مهام اللواء علي عكروم رئيس دائرة التنظيم والإمداد عبدالقادر لشخم رئيس دائرة الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية واللواء رشيد شواكي مدير الصناعة العسكرية واللواء سليم قريد قائد الأكاديمية على الشرشاء وأيضا المدير العتاة إذن هذه التغييرات التي جارت وتم الإعلان عنها بصفة رسمية المثير أن بعض الأسماء مثل عكروم اللواء علي عكروم وعبدالقادر لشخم تم تدولهم منذ شهر أبريل 2020 على أنه تم إيقافهم وتم سجنهم مع الجنرال وسيني بوعزة الذي كان مسؤول على الأمن الداخلي والذي سجن وحكمت عليه بثماني سنوات سجن وما زالت تحقيقات جارية ولديه قضايا أخرى تتعلق بهذا المساعدة الأول الذي تم استلامه من التركية وهو الآن يقبع في سجن البوليدة العسكري المواقف تباينت بخصوص هذه القرن هناك من يتحدث وأنا أذكر في أنه في شهر أبريل المؤسسة العسكرية أو الوزارة الدفاع أصدرت بيان تحدثت فيه أن كل هذه الأمور هي أكاذيب وأنه ما وشيعنا ذاك عن اعتقالات في داخل المؤسسة العسكرية وكذا 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 وليس لا أساسة له واعتبرتها أنها تدخل في إطار الحرب من أطراف جهات تستهدف المؤسسة العسكرية الغريب أن هؤلاء الأشخاص الثلين هم الذين تمت إحالتهم هناك من يقول بأنها قديمة وتم الإعلان عنها متأخرا وهناك من يقول غير ذلك لأنه مثلا علي عكروم ظهرت صوره في بعض المناسبات وهناك كل من يحكي حكاية هذا هذا الأمر الذي يجري هناك من يراه تفسيرات تعددت وتباينت وتناقضت هناك من يراه صراع صراع داخل المؤسسة العسكرية وأن هناك صراع داخل المؤسسة العسكرية وأن ما يحدث هي صراعة أجنحة وما إلى ذلك من هذه الأمور وأنا من هذا المنطلق ومن خلال ما أملكه من المعلومات هذا لا يوجد صراع داخل المؤسسة العسكرية داخل المؤسسة العسكرية بتفسير سياسي كما يراه ولكن الحقيقة أن هناك مؤسسة العسكرية تقوم بمرحلة تطهير نفسها هذا التطهير طار رؤوس الفساد طار المتورطين في قضايا شبكات العصابة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية أطراف تتآمر على داخل المؤسسة العسكرية وتفشي أسرارها وأيضا الآن تحدث مرحلة تغييرات لأنه عندما تكون مسؤول وتحدث كارثة حتى لا تكون متورط فغالبا يتم تغيير هذا المسؤول وحسب المعلومات المتوفرة لدي وإن كانت ليست كبيرة أن اختيار هذه الإدارات بالضبط الإشارة والمعلومات التنظيم والإمداد الصناعة العسكرية مركز العتاد الأكاديمية العسكرية مختلفة أن القضايا أن المؤسسة العسكرية بصدد تطهير هذه الإدارات من شبكات كانت فاسدة ومن قضايا فساد سابقة وهذا لا يعني أن هؤلاء القادة تورطوا في الفساد لا يوجد لدي ما يثبت ولا معلومة تؤكد هذا الأمر كل ما في الأمر أنه هناك عمليات تحقيقات جارية داخل هذه الإدارات وبينت أن هناك فيها خلل سواء عدم قدرتها على التماهي مع التطورات القائمة أيضا على تصفية التركة المفسدين السابقين الذين تجذروا فيها وأجروا الكثير من الصفقات وتم من خلالها نهب المال العام وكما قلنا وأكدنا مرار وتكرار أن في عهد العصابة أن الفساد طال المؤسسة العسكرية بسبب بعض القادة الفاسدين أخلاقيا والفاسدين وطنيا الذين تمت طرقيتهم والذين تمت زج بهم في داخل دوليب الإدارة والهيمن عليها من قبل العصابة الفاسد التفسيرات إذن قضية أن المؤسسة العسكرية في صراع داخلي هذا المستبعد نهائيا ومن يقول غير ذلك فهو يتوهم كثيرا وهو يبني تحليله على معلومات وهمية هناك من يقول أن هناك صراع بين الرئاسة والمؤسسة قلنا مرارا وتكرارا بأن قضية الصراع الأجنحة التي تروج بها العديد من الأطراف المحسوبة عن المعارضة كلام فارغ في المرحلة الوحيدة التي عرفتها الرئاسة صراع حقيقي مع المؤسسة العسكرية عندما في الفطرة الأخيرة بسبب العهد الخامسة لبوتفليقة عندما انتفض الشارع الجزائري وتخندق القيد صالح ضد ضد العصابة وتخندق مع الشارع الجزائري في هذه المرحلة المؤسسة العسكرية عرفت صراع كبير مع الرئاسة العصابة التي كانت تهيما على ختم الرئاسة ولكن في النهاية استقرت الأمور وتم الزج بسعيد بوتفليقة وجماعته والبقية تعرفون إذن الصراع اللي كاين الآن ليس صراع بين الرئاسة والجيش أبدا الأمور الجيش مستقرة تماما وعملية التطهير ما زالت مستمرة وستسمعون في الفطرة القادمة فتح ملفات تحقيقات قضائية ضد بعض الأسماء وربما لا تسمعون ربما لا تسمعون بل المعلومات التي لديها أنه فيه بعض الأسماء وعقداء وكذا وكذا يتم ملاحقتهم قضائيا في المحكمة العسكرية المحاكمة العسكرية الجزائرية بعيدا عن أعين الإعلام وبعيدا عن أي إعلانات إذن أنه لا يوجد صراع بين الرئاسة والجيش الصراع القائم الآن بين العصابة كمحور وشبكاتها الموجودة سواء الذين في السجون أو بقاياهم في الإدارات وكذا وكذا وبين الرئاسة ومعها الجيش الرئاسة والجيش على نبض رجل واحد والتغيرات التي تمت والتي وقعها رئيس الجمهورية تمت باقتراح أحوى مشاورة مع المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية وقيادة الأركان أن تحديدا وتمثل الأمر في الفريق شنغرية هذا ومن يقول لكم غير هذا فهو توهم هذه المعلومات التي أمتلكها وسمعتها من عدة مصار هناك من يقول أن ما يجري هي استهداف لتركة الفريق أحمد جيد صالح رحمه الله لا يوجد شيء اسمه تركة الجيد صالح داخل المؤسسة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله